شكرا لن نعرف هذا الامر من خلال اتصالاتكم الهاتفية حفظـsti ياسمين ائ ماكث عن رح 10-23-72-94اضى priority number one ولا لا ولا فقط ديسبوني بالغيس 023 70 92 94 كتفوا اتصالاتكم على بنا بلي تحبوا البرنامج على بنا بلي تحبوا تتفعلوا معنا وتفعلكم هذا ما رح شيكون باطل لانه فيه الجوائز رح تكون من نصبكم عدناكم البارح انه رح نخبولكم الكادو ديالكم تشيك دغيان اللي تقوم بخياطة اللغاب نقولوا هي شيك شرقية رح تكون من نصبكم من نصب فائزتين ولا فائزين لانه الهدية طالبا خليناها لكم لنهار اليوم دونك تصلوا بنا شيك شرق من الشرق الترجمة الحقيقية الترجمة الحرفية يقولوا لا يقولون يلا مشاهدين السنة وفتصالاتكم عبر الرقم الهاتفي الظاهر اسفل الشاشة ماذا بينا نحكو مع بعض انتوزوا سوئة ونصب من الزمن على قناة شرق سوئة ان شاء الله تكون ولا فائزة عدنا ضيوف هايلين دكترحت للمشاهدين السؤال قلت لهم باللي البارح كان صعيب كيفش عليك انت ولغر صعيب شوية بس كالفرومي جورتها عرمضان مرأسنا يوجا عكدا دكترحت قبل فانبدأوا المباشر قلي اسمينوا ولغراني ميت مقدرناش ناكلوا ولغر مقدرناش ناكله ولغر مقدرناش ناكله جسو ممدبيا نعرف رعي الناس تان اسكوا قدروا ياكلوا مقدروا شي ياكلوا مهر اللوول مهر اللوول احنا اليوم انا حابين تكلموا ياسمين ومشاهدين الكرام على على بنا من فيه خلال كل شهر رمضان تكتر بعض العادات اللي خلينا نقولوا انها بلك تكون سيئة عند المواطن الجزائري خاصة ولحتى المواطن العربي والعالمية يعني كل الناس يقدروا يتعرضوا لهذه الأشياء بعض العادات كل واحد كيفش يدير ولكن من حيث الأكل من حيث التغذية باش نموتهم يعني الشي اللي راح نحكو عليه اليوم راح يكون من جانب الغذائي يعني وش يقدم الجزائري في الطاولة دياله وش اللي لانه على بنا بلي الأم العادات العادات اللي بلك عندها انعكاسات سلبية على العملية الهضمية صح لانه نعرف العائلة الجزائرية انه الأم هي اللي طيب ولا الاخت الكبيرة ولا اللي يكون معاونها ولكن دائما الأم هي الشاف على اللاكل طبعا راح يكون ياسمين وش عندكم عادة هاكا تقدر دلكم حاجات سلبية في عملية الهضم في رمضان بلك تلقى بالصهرة هادوك اللي شكروري يعني اللي طاقت القلب اللوز كي ما يكونش مطيب بمليح تاسميد هادوك تلقى بكو بلوس حنا الأكل ديالنا عال عامنا الممانطاعي مطيبش لقراب جامع تلقى بكو بلوس توسكي شكروري اللي هو جنرال ما يهمش ناشو يفرم هي شوفي كم بزاف ملعادات سيئة ناس اللي يكونوا مدخنين من المدخنين يا كنسج مغارب شرباوي خرجي تكيف جنغ هادي اكيد راح تضر له صحة تعوه وتضر له العملية الهضمية تعوه بكل الاشكال عندنا مكالمة نتلقى اول مكالمة خلونا نرحل اول مكالمة معنا عالو مساء الخير رمضان كريم عالو سلام عليكم وعليكم سلام ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان مبارك عليكم وعلى كل الجزائريين وكل المسلمين في العالم اجمعين شكرا لك قوليني شكن معلومين معكم الاخت قادم اسيا من باريس كاتخبت كاتر اه الله يبارك الجلية الجزائرية المقيمة بفرنسا قوليني سيداتي الكريمة حبيثي ورمضانكم مبارك الله يخلي قوليني كش مانا انه يعني ما نش مقصرين انه نوصلو لكم الا ريحة رمضان من الجزائر ولو شوية والله بارك الله فيكم يعني راكم ما تعرفوش الدور متاعكم وما تعرفوش كيفاش راكم متمنسين انا منسين بكم ريحة البلاد يعني بلا شورق تي في انا منسين بكم انا منسين بكم انا منسين بكم انا منسين بكم يعني بريمان البارحة ببعتكم كنت بني جرى ملكوزينة لكم ملكوزينة لكم سبارة مليحة مليحة سبارة ثم انا نقلو لكم الاجواء ونخلوكم تانى نديروا مجهودات بريمانا نعم نحن بريمانا نعم نعم نحن بريمانا ويجب تلقوكم بريمانا ما تتحفضه خلاص المخرجة كل دقيقتين او ثلاثة يحط لكم الرقم التحت ونزيدوا نحكمت ونيشان و قلت نحكي معاكم صافي بليزير والله غيركم و نسينا بكل بروغام متاعهم بارك الله فيكم تابعي معايا حب نعرف انه كما قلنا ما بلش داشته من بداية البرنامج كل شخص جزائري هنا خاصة عنده عادة بلك تكون سيئة في التغذية تاعه خلال الشهر الفاضيل ما عندكش عادة هكا في الماكلة بلك تكون سيئة بلك عندي عادات عادات يعني بالأس تعال ما جيت كله قولتنا يسيدي واحدة من العادات هذي عادات بالأس تعال عادات هي مشغلة كل منا و كل منا و رمضان الحاجة اللي فيه مليح هو ينظم الغداء بتاعنا يعني عندنا انغوبا الحمد لله يا ربي هذك اللي منه و منه كل دقيقة روح شوف كل منا هذك مكان لدينا بلا واحد يعني مقسم الحاجة التي tired her كاصلح هذه حاجة تعلمتها جديد ونفاقني بالسر يلا تخيب يا مليح واحد ياخد وقت بين الشربة وبين بلك الصلاة اللي تتاكل بعد الشربة وبعد البلاة الدوزيام ديالهم ياخدوا وقت معه يزيدوا الصهرة وياخدوا بيانشيو دي تي يشرب مليح للحظ هذه فلاة تيوغي مليح خاتيك صعيبة لها مستطعة جديد ويقول لك لا يكون كامل وين ياخد وقته وين مليح واحد ياخد وقته اللي يأكل في مره يحاول يمضغ مليح وما يسرعش في الماكلة هذا ايضا يكترون بكثير هذا ايضا يأكل كل ما تسرع كل ما بعد خلاص تحبس تخمى تحسل اخر اللي يأكل في مره يأكل دوسما يستمتع بالماكلة بلعقل بلعقل واحنا استمتعنا كتير بمكالمتك وبسماع صوتك شكرا لك هذا اول مره في حياتي نتاصل البرنامج اول مره وتشرص بكم كتير سلمك قولي لي فقط هذه السنة الاولى لك تتبع فينا ولا مقبل كنت تشاهدي البرنامج لا صافي العام اللي فات وهذا العام العام اللي فات معه كنا كنت قاعدة فطار وهذا العام ثاني في فرنسا قاعدة فطار انظر تحيتي لكل عائلة قادم وحرطاني ومين عيسى ومكانوا في الجزائر انا اصلي من كلمسان الله يبارك أنا وحيد بني وارثوس وعشت وحرم حيثان بيار نسلم عليهم بزف بزف على جواريني على كامل ونقول لهم إن شاء الله مرة جايين إن شاء الله هنتلاقوه إن شاء الله منا لسيبا لكل سنة جاي شوفي اليوم رحت شريت تفلون وارا اللي بتاعليه الحالة غاعمل وحش أنا كفكرت لي في الفلون تاعا مني كنا صغار كنا تفلون وارا بقاليقو تاعا والله العالم ماليوم رحت علي الدنيا والله غير لزاب الوحش بارك هذه كرحش بارك والله العالم شكرا لك الله يسلمك وحنا سلمنا لكل جلية الجزائرية بالغربة وحنا فقرات البرنامج كاين فقرات خصصناها في البرنامج إنو نتحدو مع مشاهيرنا في الغربة يحكونا أكثر هو بالتفاصيل كل شي لهذا السنة لأنه أغلبية هم عندهم أكثر من سنة ما نزلوش الجزائر المنموم تاعي سنة الأخ الكريمة كانت فكرت أني قاتلك يا أشغال يأكلوا تمر ما هي العادي جدا أنه يبدأوا بالتمر والحليب ومبعد يرحوا يصلوا ومبعد يحاودي يقولوا شربا وخضر لا لا صلاة باينا ما تقدر تصلي ومبعد تروحي تصلي وتحاودي تقولي أنا كنت معروض في واحد الدار هكذا وفي بسكرة هما حطونا غير الدن حطونا تمروا البن ومبعد يكسرت سهامك صلينا قاعدين يتفرجوا في تليفزيون أقسم بالله غير قاعدين يتفرجوا في تليفزيون على فكرة تانية بسكارك بسعس هادو ما بنيش اسكوا عاداتهم قاعدين يتفرجوا في تليفزيون قلت لهم مبعدوك قال لك لا لا هما يحطوا يتمروا البن بعد يكملوا يتفرجوا في تليفزيون بعد بعقال يزيدوا يدوروا وفي العشاء مع صالة العيشة يحطوا البلاب خرجت عليك الراكتك لا أكيد لا لا احنا على بالك هذي الحاجة شغل لحفة هذيك تتقلق تكون حاب تأكل اصبر الماء تمروا البن من النار كان من بين العادات كان اللي قبل الوسم وتمروا الحليب الماء كان اللي قهوة حليب خطأ حسنا حسنا قهوة حليب خطأ ولكن بعد قليلة رح ينضم لنا خصائي ورح يكون معنا خابير وطلبيب ودكتور رح نشوفوا ما هي الأشياء الصحيحة والأشياء اللي ما لازمش نديروها في مباشرة بعد الفطور بعد الفطورة رياض كاين فقرات البرنامج خلونا نشوفوا الفقرة لموالية رح نروحوا الأسعار قبلها ما مبالناش نسخسوق نعطروا الأسكا كاين مكالمة هاتفية ولو ش عندنا الآن؟ يلا نروحوا الأحوال المارشي نشوفوا فيها كامل أسعار الخضر والفواكه هيك هكذا يا موفق اه ولا حاجة أخرى مغير الموضوع أول يوم رمضان العادات ايوه يلا نكتشف كل شي مع بعض في هذا الروبورت هل سألونا دونالجو تابعا مرحبا لكم مشاهدينا وصحة رمضانكم مرحبا بكم في أول عدد من فقرة أحوال المارشي اللي هتشاهدوها طيلة شهر رمضان في برنامج رمضان في الدار اليوم مشاهدينا ريحين نشوفوا معانا أول التحضيرات وأول المشتريات اللي قم بها المواطن الجزائري أول أيام رمضان مبارك تبعونا خير عليك مادام وشراكي صحة رمضانك الله يعيشك صحة رمضان كنتم نزادات تقوموا بصحة ونحنا إن شاء الله صح يا ربي مادام قوليلي اليوم وجيتي سبيسيا المنتشري من اللام المشي الله العظيم غاليوم جيت نشري الحشي شهر الله كدامك الله يبارك بقيت originated ماشاء الله وشيدنا خرس نشيل حم وشويات جاج سكو كيف הי Chemistry أقبال Blackfish الحمدلله yorebe كيف قبل بارح اليوم إن شاء الله بدخلنا بصحة لنا إن شاء الله مادام اليوم جيت آل يشوفك في المنشغ ويشنو هي الحاجة ليشريتي هاليوم الccます الاسباس راس الحاود تشيك شوية لخضرات حاوص علي الديول هذي مرقتش نو؟ الديول لازم هم اللولين الحملة كوزا في رمضان انا عمدي الديول هذو كبوراك و السلام عليكم وش رايبة انا الحاجة وشنوية الحاجة اللي متقدرش تستغني عليها في الكوزينة ديالك الفريك الفريك ويسلي صلصين فتار موسيقى بعد ما شفنا حوال المارشي وكل جديد واسعار وكما قولوا الموفمون اللي يراه كين في الاسواق الجزائرية واقبل كل العائلات على المشتريات رمضان رياضي اذا فتحنا بين قوسين العائلة الجزائرية نشوفها في رمضان تشري وبعد نهار لو انتا رمضان ديز يوم اللي بخام يجو تلقاهم غاشي على المارشي خسكوا مشين مشين مشيي ماشي لما في خطان كين ناس بي تساعدوا يشري من قبل كين يحبي يزيد يحبي يزيد حبي يزيد طي رمضان اعم صح يزيد هدى على فاكر خسكوا عنا عندنا ثانا هذيكتاع لازم بزلبيا روح يجيبها مبوفاريق لازم البن من المدية لازم خدار الحوت مبوهارو ويجوز وقتو بياسي ويجوز وقتو بياسي ويجوز وقتو وعبر الرقم الهاتف الظهر أسفل شاشة يلا يا مخرج فيز حق ما تحطلوش عندك عندك ما تحطلوش عبر الرقم الهاتف الظهر أسفل شاشة ما زلنا نعالجه في الموضوع اللي كنا نتكلم فيه قبل قليل قلنا انه كان اللي في شهر رمضان عنده عادات ولنمط غذائي سيء خلينا نقوله والهاتش احنا حبينا نستطيفه مع بعض الدكتور سمروني أهلا ومرحبا بيك دكتور رمضان كريم أهلا وسهلا بيك حبيناك تكون حاضر معنا هكا مشتطينا وشنه هي الصحبسكي قبل ما بينش اذا شفت في الكواليس كنا انا نقول هذي مليحة وهي تقول هذي مش مليحة هده بينا رأي مختص هكا تقولنا وشنه هما البلك نقوله طريقة الاصح في الافطار طبييا افطار افطار طريقة افطار ما عزم انسان وراح يفطر وش لازم له يفطر حجم هي احسن حاجة في الافطار حاجة الاولى لازم نكون عندنا تهي الماعدة هذيك اللي عندها على الاقل 15 ساعة هي في راحة دونك اللي في المرحلة الاولى لازم نكونوا روحوا معها بين قوسين بلعقل بلعقل دونك امام هي كوتي دينيا سنيا للاقينا باللي امام علميا اكدوها باللي حبة تعتمر او حبة تعتمر مع حبة مع كاس وتع حليب او لابن او احسن شي اللي يكون للماعدة باش يكون هناك يعني تطي حاجة تحصلوا على سكريات خفيفة وتكون باش تكون عندنا تنبهوا للماعدة او اكدوه او جاي اكله اطخل اطخل منو اطخل منو هو وانا الشربة وانا الشبه تم دربه نعم الشربة الشربة تانية علميا مهم جدا في هلا اللي كيد في هل السوائل اللي نحتاجوها في ال تكون مييدة ما بيانشور لا لا تكون شربة خفيفة هنا تعالى تكون البداية الصحية المرحلة الثانية الناس اللي غلطوا هنا بزاف يأكلوا الأكل بكمية كبيرة وسريعة هنالجزائرين يأكلوا مكلة سريعة ويدخلوا ديركتمو في الطبق الرئيسي الطبق الرئيسي معروف عن جزائرين دهني جدا جدا جسيمو دكتور هي شوف كما يقول لك نهضروا شفيون فهموا بزاف عبك بالنظري باين ولكن تطبيقي كي بدون نطبقوا القوانين وهذا كما يقول لك الضوابط وأنه لن أنظمة الغذائية صعيب بزاف مصصوصات في رمضان دكتور تكون صعيم تروح تفطر تفطر على العسوب مع أنه كان بزاف ناس اللي يديروا العسوب صعيبة شوية شربة ضرورية شربة ضرورية ما كاش حل وسط كابين الله الإنسان هو على سبيل الاهتمام بالصحة بالصحة وعلى سبيل الاهتمام إذا كان حق المرحلة وانضروا وكان عندهم مشكلة في المعدة ومشكلة وداخ وراح للمستشفى وكذا يقول لي بلمزيتو يطبق للنظر هاداك وكان النظر هادو عندنا كان خاطقنا ليروح وديركتو مودة للبلار رئيسي مهم جدا جدا لكنيسة والسلاطة السلاطة مهمة جدا فيها الياف من ديجال يتخليناش نزيدو ناكله أكثر كان أخطأ وحد أخرين من على ذلك يحبوها شبزيري هي شبزيري السلاطة قبل الطبق الرئيسي مهمة جدا كان هناك ثاني المشكلة في السوائل السوائل كان المياه الناس لازم تشرب الماء ولكن ما نشربوش كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة دفعة واحدة لانتراب كبير في الهضم دكتر ولكن كان فيه اتصالات أكيد الناس رأيتحاول أنه عندها أسئلة ماذا بالها تكون عندها مدخلة يلا خلونا استقبلوا أول اتصال في هذا الفقرة أهل ومساء الخير رمضان كريم مساء الخير اختي ياسمين ومساء الخير الخير رياض أيوب تحية طيبة لكم وطيبة لكل جمهور شرق شكرا لك ويعني أنا مدخلتي تتمثل في على كل حالة رأي الطبيب لا يا أيوب يا أيوب يا أيوب يا أيوب يا أيوب عندنا عم ما هدرنا شمعك أنا سنة كمية شغول أنا هكا نقاعد جزالية أيوب شغول ما يعرفنا شهاكا جزالية يا أيوب يا أيوب يا أيوب ونشكركم على المجهودات الجبارة التي رأكم تقوموا بها في معالجة البرنامج يا أيوب يا أيوب أنا كين بعض يعني بعض القانوات أو بعض الأخرى نحسوا بأنني رغيس لك لا نستطيع أن نتبعه لا نستطيع لا نستطيع لا نستطيع أنتم تعرفوا المستوى الشعب يعني تعرفوا المستوى وما يحب أن يسمع وما يحب أن يرى أو حتى المادة المستهنة التي تقدروا أدموها شكراً هذا من دوقك كل سنة نحاول أنه بارك الله فيك يا سمين الله يخليك وحبيت أن نقول لكم بارك رأي الطبيب لا يعلى عليه نقولك باليودي نحن عندنا عدد كثيرة سيئة التي نقوم بها وأنا نقول يا رياض أنا لا نوفقك في الرأي نقولك باليودي الجانب التطبيقي السهل جداً إذا كنا نتمتع بثقافة صحية المشكلة نحن نجد أن نغير الذهنيات نجد أن نغير الذهنيات هذا الجانب التطبيقي الله غالب أنا واحد منهم صح الجانب التطبيقي صعيب لأننا لا نتمتع بثقافة الصحية نجد أن نغيره صح لماذا أيوب أنتك تقدرنا نظرياً أنت من الناس التي صح مرتبة في الأكل ديالها في رمضان في الإفطار أو متوهواك شكراً شكراً مولع بالصحح الأطباء صدقني بالله نحب ندير البارح أنا وشكلت كليت في بداية الأمر كليت حبيبة تمر وشوية تعمى وكليت الشربة وبعد التراوح كليت شوية تأنز يتون باللحم هكذا وصلت على النبي الحبيب ولكن في الصحور ضربت برويضة طعام بزبيب صدقني بالله صح كليت بزاف صحور هذين خلوه أيوب نخلوه طبيبي يصادقنا فيها وليه نحيه هذين تعمل طعام في الصحور بالبن أختي المحطة ما كينوعت الحاجة برك إذا سمحتوه اتفضل أنا ضد المشروبات الغازية جملة وتفصيلة المشروبات الغازية كنت اهدر مع سمية وشف نديا كنت اصلت بهم هو الحظ الكبير اللي عندك أيوب اللي يقدر يتصل في كامل الدرام هذا من فضلها علينا كنت اهدرت على المشروبات الغازية ما قلت الشف نديا قلت لها باللي اه أنا ضد هذا جملة وتفصيلة لا على حسب ما يقول الأطباء ما تفيتش ما تفهم كاس واحد تاع مشروبات الغازية يعاوض ثمن مكعبات سكر صح وهذا الشي احنا إذا حبينا شوفي شوفي قادر الإنسان يدير قرص ولكن الإنسان يحاول يعيش حياته بسلام يعني كل ما كانت الثقافة الصحية مليحة ونسمعه للأطباء ونديره على الأقل بسبعين بالمئة وش رمب يقولوا ندم يعيش مليحة النظام الغذائي يعتبر نوع من الواقع يا ربك الله ونشكر طبيب ونحييكم بزم 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 وانا معكم دايما احنا معكم على الخطر قناتكم يعني تحفز الإنسان بشي شاهده شكرا شكرا على دعمك لحالة أنا لأو شاهد الشرق وإنما أسمع الشرق أكيد على فنة أيها وتمن الأوفية شكرا وإن لمحمد خوخي هنا في الغربة محمد تحيتنا لي والعائلة ديانه دكتور على ذكر الأكل صحور هدرنا على الفطار انه الجزائريين معروفين بهذاكتاع الطعام ببن ولا بالرائب لازم يكون حاضر يجوز طعام من السكريات يعني مقدر نقدر تشدنة اليوم هاداك في صائمين لا بأس بها بالنسبة للإنسان اللي ما عندوش أمراض يعني من السكر والضغط وأمور أخرى عادي جداً الصحور في هالطعام لابن عادي جداً أنا نقول لي معاك اللفطور مدام الأخ أيوب بتكلم عن المشروبات الغازية كاين اللي كيكون عادشان ديراكتو موكاس قريبولت اسمها كاس مشروع الغازي بارد غازوز كيف الشيء؟ موضير جداً موضير جداً حاجرنا انتفاق حيكون لدينا الناس الهضم صعب جداً الأكل راح يتراكم في المعيدة فيها هنا كمية كبيرة من السكريات هذه الكمية كبيرة من السكريات لازم لها وقت كبير باش تتعود تمتص هنا الملال أحسن ما نبدوش بها الملال أحسن ديجا نبعد سكين اللي كيفالان ديالها مشروب الغازي هدك طبيعي نفس الشيء هدك تماعين دوتان نفس الأدراء نفس الأدراء مشي طبيعي هو جني غال ما يقول لك طبيعي طبيعي اللي نخدمه في المنزل ما عليك مشي الغازي نروح للمشروبات العصائر طبيعية أنا البارح كنت تتكلم فيهم عبر الإنستغرام على المخيطة جاءت الموجة المخيطة المخيطة محبة قارس شوية نعناع طبيعي 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 حاجة مليحة ولكن دوتان يقول لك يحرق المعدة إذا كان على الفراغ أو كان هناك أنتسيطن كان عندنا سابقة أمراض من المعدة ثم قدرون وشيابة الالسيديتة على القارس هذا يدر شوية ولكن من الناس إنسان لا بأس به ما عنده مشكلة في المعدة ويكون كالي مستحيل لدينا المشكلة على القارس الحموضة على القارس إلا إذا كان إذا كان واحد يشرب على الفراغ الفراغ فيها فيها مؤثرة جانبية إذا رحنا تاني الحاجة أخرى السكريات ونعرفه رمضان فيه لقاطة بزاف البقلاء والقلب اللوز الزلابية حاجة بزاف يعني تخدم بلي دام وفيها العسيلة بزاف وشربات هادو ومقليات زيت بزاف إحنا إذا سخفنا على حاجة في رمضان وش من الحاجة اللي تنصحها أنه ناكله اسيكخي من غير الفواكه ما نقدروش من خلال وش في جزائرنا أنا قلوه ما تكوش كذا مستحيلة ما أليش راحين لزلابية راحين لقلب اللوز ولكن لازم أنتبعدوها على الأقل يقول ساعتين ونصف حتى تلسوية عن الفوتور معنى أن يكونوا مريحين المعدات كانت دجيرات الأكل لتعالفطور ساعتين ونص حتى ثلاثة معنى أنت في الصهراء الإنسان الذي يضرب الزلابية والقلب اللوز والحلوية هذيك حيكون فيها ضرر كبير ما في حد سخطولي خاصة فيها سميد نحن كما رأنا نقوله ما نقدروش أن نضبط المأكولات للشعب الجزائري ولكن في حال ما يسيذير أن أكلنا وش نقدرو نديرو باش نقصو ولا شي قليل من أضرار تح هذيك الماكلة زيما وإنسان كل قلب اللوز والحلوية اللي تأخذ جوزيباكو عنده بزاف سؤال ما كش مشروب هكا ديتوكس حاجة هكا تهبط جوزيبا قريبا هضمنا عليه حاجة طبيعية اللي هضمنا عليها كائن الليمون الليمون طبيعي كائن نعنع كائن نعنع كائن زنجبيل اللي تي هذوك اللي تي تي باغ القهوة تبطئ الهضم لأي إنسان يشرب القهوة مباشرة بعد الأكل راح يكون فيها الثاني مشكل ويسبب له فيه التخمة من القهوة هذيك الأمور الصبعية اللي هضمنا عليها لكائنة موجودة لكن من الأحسن ندروا وقايا ما ناكلوش بالطريقة حتى القهوة المنزلية اللي جي خفيفة ما شيت على القهوة نفسي 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 نكمل في نفس الموضوع ولكن الآن استقبلوا مكلمة هاتفية شكول معنا ومن أين؟ ألو مساء الخير ألو 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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا السلمك سحر رمضانكم كنا عمتم مدخل لا يسلمك شكرا الله شكول معنا ومن أين؟ معكم أمال أمال منين؟ أمال متغربة أمال أمال من وين؟ من الغرباء أمال الغرباء منين بالضبط؟ أي بلد؟ من تولوزة من تولوز من فرنسا يعني تاني متصلة لهذه السنة رهي تتصل بنا بعد ما كانت أول متصلة قلت لي أمال 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 هي أني بوستات حطت في ستوق فيسبوك وحطت في نموات اليمفون ونحن هزينا أمال أيضا خب يندرت لكم التريق يلا أمال قولي لناس الغرباء كيف سيامهم لهذه السنة الثانية في ضل الحجر في الكونفينما يعني أراكم أنا فدار توجوك فدار أنا فدار تخذية سيمون فدار الحمد لله أمال قولي لي لا تجيديش للجزائر ما العامل يفت يا أمال لا تجيديش للجزائر مدينة في البلد وعامل 2019 ما هودنا ما الـ 2019 قولي لي أنتي متزوجة في أوروبا عامل في 2020 كان الحجر والوباء وكل شيء ربي يصعر علينا أمين يا ربي و 2021 زاد الحدود مبلعا إن شاء الله ربي يشوفون كما يقول الرئيس تعنا والوزراء يشوفون ويسمعون النداء تعنا ويحلون ذا الحدود إن شاء الله إن شاء الله هي الأخت الكريمة هي النداءات هديرة هي بلوتو النداءات كما يقول لك بلوتو القرارات هي في صالحكم لأنه الأمر مدامها مغلوقة توجد بشغي بيتي الانتشار على الكورونا أمال قولي أنت يعيش مع نائلة ديالك ولادك ولا مع الأهل ولاك عيش مع ولدات يعني زجولة إيمان واسم الله يبارك صغار كبار أني نسمع صغار إيمان في التفنين واسم في التفنين يعني رام حتى الدراسة رام يقرأوا في الدارج أخوة يقرأوا يقرأوا في الدارج تخيبية تخيبية قولي مهبلك شوية في رمضان هذا يبوغي سيقول أني نحضر معكم لا يسلمك الله يسلمك قولي لي ما يبوغي ولك شوية في الكوزين كتون توجد لا الحمد لله ترانكيل لا ترانكيل تعرفوا الحدود لهم سيخطوا كوزين لم يفوتوا كوزين لم يدخلوا يكون طيب عندهم يلعبوا يذهبوا في الشامب التوحيم لا 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 الحمد لله أخي معي الأخت أمل عندك عادة سيئة في الأكل في شهر رمضان المبارك عندك حاجة كمشي نورمال تحبي تأكلها قبل الفطور ولا بعد ولا حاجة لنحبتها ليس لطاقة والله معنا بها لي تتي طيبة في الدار يعني طيبة تعني طيبة وان طيبة انتي من أي منطقة من الجزائر أنا من غير زانة من الغرب الجزائري طيبة يدام طالع أو نخلص ليدام في المكلاد هذا لا 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 ليدام ليدام ليس لن أقل بوراك كم شوى لا نحب بوراك أريد أن أكون باخير محمودة لا بعد ويضع مدداز لنحب البارح ويضع تخيبتي البرح ما هي النهار من أول طار برمضان البارح أحضرنا حريرة الرسوة الحريرة الحريرة حريرة الحريرة الأفر بوراك تخيبتي مقليا أو لصفوط أنت تخيبتي مقليا أو لصفوط نحب بوراك قدرنا بيتون بلجاج سلاطة والحمد لله الحمد لله الحمد لله شكرا لك لوفي الكريمة نجمون نسلم على أهلنا في البلاد ودى الوقت ما يسمح تفضلي بقى نسلم على الناس غريضا كامل نسلم على أهل التاعي لما يسمعوا فيها نسلم على أخوتي بزيف ومعمل سلاطة وكلى عام الطلاب خير إن شاء الله ونسبوا المؤتد من المنساك الله سأعطمهم وصبر والكراج وكي أمشاجوا هذه اليأتي ثم تكتين تجدونون سلطة ولكن لاتجدون سلاطة إذا سوف أقول لكم السلام عليكم السلام عليكم السلام السلام عليكم السلام عليكم هذا ويت فيه ما سايسيبه ماما أيها كل عامة ما بخير ستران ربي جزيكم فحرم ضحكم كل عامة ما بخير شكرا ليك شكرا ليك لعب مع السلامة ودحياتنا دائم للجالية الجزائرية في الخارج دكتور ياسمين دكتور سمروني حب أن يطرق إلى جانب طبي كما قولو دكتور معبد أن أرجو لك دكتور كان بزاف ناس اللي تتلفلهم في شهر رمضان سيخطوا اللي يكونوا عندهم دي مالادي خونيك اللي يكونوا يتناولوا أدوية ما وقتاش سيخطوا هذك الدواء اللي يقولون لهم لازم قبل الماكلة دونك تتلع شغنيه ومسايمين قبل الماكلة يسيف عليها طبي كيفاش يدير في الحالة هنا هنا كل حالة حالة ما نقدروني من العم على كل حالة كل حالة والحالة تحتها كل مرضو والإزاندكاسون تحتها هنا نصيحة أنه كل المريض نعم مقبل ما يكون يلحق رمضان يروح يكون شوتي عدل مئتسان تريطان تحتها هو رح يحدد له الطريقة كيفية كيفاش يشرب الدواء تحتها مع الزيام تحتها أشكو دابوريسوم وإذا كان صام واش مطارقة يشرب هدواء هنا ما كانش حالة عامة كل حالة خاصة تخص نصب المريض والطبيب نتعو هنا ما نقدروني نقال نطول نصيحة قال فلان أشرب دواك كذا وكذا لأنه في كل حالة كل إنسان والحالة نتعو كل مرض نتعو وطريقة نتعو تخيبيا نتعو ما نقدروني نمد نصيحة كعامة يعني كل مريض يكون طبيب لازم يروح للطبيب مختص طبيب واحد وهو ليطيل النصيحة مباشرة نتخيبيا نتخيبيا رمضان رانا كل سنة يعني تتقدم هو ره يرجع للشغور الشتاء يعني في السنوات اللي فاتت كنا في الصيف وكذا كان الأكل ناقص يعني ذوكا ره يدخل الشتاء ره يدخل الشتاء المأكولات اللي ره يتكون كلها تقيلة شوية إذا دكتور نتعطيت نصيحة بشنا يعني نكملوا هاد الفقرة وكذا الشي اللي تقدر نتعطيه نصيحة للجزائريين من غير الكلام هذك لكل سنة احنا نحاولوا نوصلوا لهم الرسالة انه نقصوا المكلة تقيلة رتبوا المكلة ديالكم ما شو نوصلوا لهم نوصلوا للنار نعم 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 ها دكتور وش الكلام اللي تقدر تلخصوا للناس اللي يتشاهد يعني العادات المليحة نصائح ما نقدرش نتهربوا منها عن نصائح تبقى نفسها نفس النصائح ما عدناش نصائحها كبيرة الفطور يقدم الادان الحبات تمر كالتعلب لبن ولا حليب شي شربة يتحرك مثلا انه يروح يصلي ولا الصلاة مهمة جدا يروح للطبق الرئيسي المشكل في الطبق الرئيسي في الطماطئ المصبرات في المشكل كبير ما بين الطبق والطبق يشرب بالماء كمية قليلة وشنو كمية تاعل الماء هذيك من جهة تحبط له الماكلة من جهة هو يحس بشفاء عندنا عندنا في الجسم تاعل إيسان عندنا هرمونات هرمونات تاعل الجو هرمونات تاعل الشبع هنه يكون وجعانين يكون عندنا هرمونات قبل الآدان يكونوا طنعين جدا للجوع وعندنا هرمونات تعشبع الهرمونات تعشبع تبدأ تزيد في الإفرازات في الماعدة سيكون يرسال للمخ وتقولهم باللي تعمرت الماعدة هذه لازم لها وقت 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 في المكلة هذا الوقت يد 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 الإنسان جزائر يراوي يقول أسرع من السيالة من التشيال اللي تنصل الديمع هذا مشكل كبير لأنه إنسا لو أحس بالشبع متحددين طبيعة أحنا أنه الحس بالشبع مستحيل يقدر يزيد هو المعدة راه يتقل باللي شبع باش تلحق المساج الفق ورها وأسرع منها يكل بعقل وليل طويل يعني كلها باختصار أنه لازم يكون الأكل بلعقل ويمضغ مليح ويكون أكل جيانور صحي وتالي كينا الرياضة تانية لقدروا ينسي ديروا رياضة قبل الفطور بشوية بعد الفطور بساعتين شكرا لك دكتور وشكرا على كل هذا المصائح ها رياض ناخده فاصل فاصل موسيقي أغنية لي سهيلة بالشهب ورجعي لكم شكرا معنا موسيقي 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 في كلمك سميبان وحضرتك مهزان فيها شرات اسمان سمانة لغزك يا قنان شوفوا شوفوا داك تزيد رأنا في نومين راصة شايفتها العين ينوين شيء يوين عالو مع الساحو اربح مع الساحو عالو مع الساحو اربح مع الساحو لو كان الوقتك صح سورة معنا ترباح والصفاجة بكو تتاح تفضع شبكتنا ترباح عالو مع الساحو اربح مع الساحو 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 عود عليكم مشاهدين بعد هذا الفصل الاشهاري نعود أنكملوا فقرات البرنامج وما زال اتصالاتكم نستقبلوها في هذا الوقت شحل بقنا تقريبا 45 دقيقة 40 دقيقة نعود نذكروا برقم الهاتف 023 72 94 ونان اتصال في الانتظار الومساء الخير تعالوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى سحر مضانكم وكل عامكم بخير سلمك سحر مضانك سمك صحول هنا ان شاء الله سحر مضانك خيار ضيمن متألقين ما شاء الله سلمك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك معكم آسيا من وليتشلف صحنا بالك باللي الغرب يجب على شروقكم دائرين 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 يزعفوا مننا احنا مدابينا كل اي شخص يتاصل عادي ولكن دائرين يقول لك علش ناس الغرب ما يحكمو احنا لا لا بس كنا نتلقى ولا يعني يعني لما يصح شفلي غيزو سوسيو في صفحاتنا على الانستغراب يقول لدنا علش ناس الغرب دائمين هم يحكموكم وحنا لا لا شفو معلش مرحبا بك الأخت الله يسلمك بطبع ثوكم باللي جبني الموضوع بزاف اللي حكيته اليوم مع أطغيب خابية كيف كاين بزاف جزائريين عندهم عادات سيئة بزاف في الجزائر الغال وفي رمضان صاحة معلش هكي تقولي كاين بزاف جزائريين أنت وش فطرت البالة شربة أكيد شربة مع البورك وشوية حلو هذي قاكليتي هذي قاكليتي هذي قاكليتي يومها ضربة ولا كنتي تاخدي وقت يومها أو لا يتعادر على الجزائريين لا يضهر يومها دائم لما أقدرت ليفهمها تعريفت يعني كنتي تاخدي وقت في الأكل ديا بعد شوية بين الأكل لثها صح ما عليش انتوا مع عائلة صغيرة ولا بيت كبير يعني فيها أفراد كثيرة يعني الإخوة الأخوات يعني خاوتي كان أبتعي الإخوة يعني الحمد لله رمضان احنا شنة غالما الكبار في السنة هذو يحبوا المكلة تقيلة في رمضان عادة هي الجزيرين هكا يقولك في يامة النورمال المكلة خفيفة صالة كدامنا ليبات ولكن في رمضان يقولك الطواجن هكي معايا في هاد النقطة ولا لا لا صح صح هي كان إنسان كي يكون صايم يتشهى يطيب ويصح في الوقت الإفطار ما يقدر شيئا كله ويبقى المهلاكك مهم خبية وكايني يبغي يأكل والله يبارك كايني ما شاء الله يبغي يأكل في رمضان وحنا نقول لك بغيناك يسمعنا صوتك شكرا لك الأخت الكريمة شكرا على التصال شكرا لك سيدتي على الاتصال تحيتنا الناس الغرب الشرق الشمال الجنوب كامل الجزائر وحتى اللي في الغرب من انساوهم شكرا على تحاجة واحدة باكرة بغيت نحيي العيل التاعي شكرا على تحاجة الاب التاعي والأم التاعي عيل تسعيدي ونقول لهم صحة رمضانكم وكل عامكم بخير إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يكون سلامك وصلنا كنت حكيت على الناس الغربة اليوم كاللي نلحظ إنه اتصالين من الغربة ولكن إحنا عندنا فقرة خاصة أولاد الغربة نشوف ولدنا في الغربة عفوا شخصيات والمشهورة في خارج الوطن وفي الجزائر يكون عندنا اتصال هاتفي عبر السكايب ناخد جنجل بعد جنجل يالله ناخد جنجل يالله تضعون موسيقى 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 هذه هي أجواء المباشرة يا مشاهدين نازم تحسوا بلي رقم بعانا فطلات والله الله يالله من الجزائر إلى أولادنا في الغربة وبنتنا اللي رأيت في الغربة هي مريم أهلا وسهلا بك وصحار رمضانك مريم عمام هي كوتش جزائرية وعيشة في نيس بالتحديد في فرنسا صحار رمضانك مريوما ناي سلمك تيزيزة صحار رمضانك وموسيقى كل عام تبقى الف خير ناي سلمك عايشك مريم حاول الناس اتسمع فيها انا سمع فيك مريم في آخر مرات كلمنا فيها كنا دايرين مباشر عبر الانستغرام قلت لك احنا بدان داير رياضة رايتبان لدي فيرنس زاما كيف تشوتي شكل؟ ما شو فيك؟ بس عالحسب وشوفت تيستوري تاك في انستغرام يعني بيكون صراحة كلمتا حصورة؟ أصبر لا لا بيكون صراحة مريم قوليت شو؟ قلت لك دبعليك بازال ما شوفش عندك مريم زاد ثمان وزاد قلت لك مريم قلت لك من الأمر مرات هذا العامين مع الغزمون مع الكوبغة في السخطة ما نقدره نخرجه يعني ما منه كان نقدر نعرض قصبي عندي حبابي هنا ما نقدرش ما فانعرضهم ايه يعني ملوعة الليل ما كاش ما نشوف واحدة واحد معلش معلش ماريا لا صحاها هي الا الاهم الصحة هي الصح ايه اسبطة يا مارا اننا اصبع في رحنا احدا وان يفرج ربيا خلص ولكن ماريام هكذا عندك فالدار يعني اولادك لا يبارك وما يديروا لك الامبيانس عندي وي بسح ما زال صغار شوية يعني الكبير احتمال دايسون نزال ما يعرفوش هكذا الامبيانس جسما على صيام متاع داراري صغال بارح كنت شفتك الداراري قلت لهم لا ننضي للصحار المساكن و إذا قلت لهم السبار شفتك قلت لهم دي موهما في أستاق غامقتي لهم معي ماما رمضان دير السبار لا لا بس كالصغير هادك أنا ما نوتوش يعني كليسوا على بل بلك ما وش راح يصوم لذلك نخليه و بعد ذلك يقولي يصوم احتازنا شكدا شوية و بعد ذلك يقولي ماما جاهتنا و نخليه لذلك بالعقل لا لذلك يتعلنوا وضع الخمسة أصباح السحار بشيسو مريم بس يجب أن نتعلم في وسط يعني لا يخرجوا يوجد السابق تتخلق تلوبيزيون والعيباد يجب أن نتعلم يجب أن نتعلم بسرعة مريم مريم ما راح يطرح لك السؤال هادك هكتش تقول السؤال الذي دائما يطرحه السؤال الروتيني هادك ما هي أهمية الرياضة في رمضان هذي خلاص اخجزناها نعرفوها كامل انا حد نعرف انه وش لازم نديره احنا يعني على بنا اهمية الرياضة في رمضان وعلى بنا اهمية ممارسة الرياضة واهمية تتبع البلوتو متابعة النظام الغذائي كذلك في شهر رمضان وما نديره وش لازم نديره منين نجيبو لاموتيفاسيو هي بوكو بلس لاموتيفاسيو هي الوعرة كامل وعرة وعرة لا موتيفاسيو ما كيش رح يضي هالك لا موتيفاسيو خياريات هم خياريات هم خيارياتيو عندك خدف في خيارتك هب تصوه وحب تعيش بيان حب تعيش بصحة جيدة لازم يعني لا موتيفاسيو تجي من الداخل بنادم ما يقدرش خياري هالك شو قدر جيبت لهم قاله كوش داعة الدنيا فوق صالت اعصر افضار دير قوش كي ما تقولوش عندك الارادة ما شفعه مكشح يدير انا ولا غير مريم كانت منين داكها كداية وش تقولي تقولي اهل وياسمين روح تطلعي معي نديره لايف ع السبعة ع السبعة نقولها مريم معي تشكرهيني تقولي هاي تطلعي معي نموت يفيك شوية ديري سبار نقولها ان شاء الله غدوة ان شاء الله وما انها رب الهاص لا والله بسكي علش طرفت لهذه النقطة لأنه هدا مشي حالي هنا فقط هدا حال اغلبية مش مقلوش الاغلبية نقولو حال الكتير من الجزائريين ع الرياضة في رمضان زو تسويع قبل الفطور فروح تجري سعفة سعفة شوية نحن تقدر دير كلش في رمضان نحن تجيش يعني فيه فيه في الرأس تعب نادم بسك رمضان ماكش رح تموت بشار وكسون مربع عش ماكش رح تموت بشار سيستسع والإنسان يوالف السادة بطبع كين بار ازامل دايرا كيسون نديني بزاف وش من الوقت في رمضان نحن نديرو فيهريا نحن نديرو فيه باش نشيانه فلوس هذه ما عندهاش رمضان بسك تقدري تديري في اي وقت في النهار يعني تحقي بزاف سعرات حرارية وبعد يجلي تعود التاكلي تريكيبيريهم دايرا يعني هي يعني متعلق بزاف بالسعرات الحرارية التي نتاكلوها في الليل اهه تخيبير مريم 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 قولي ليش كون فيه ولادك لاوصايم عندك ثواجا خسنتية لاوصايم اللي يبارك الكبير رمضان انا قدامك اني سمع فيهم عاي طيلهم مريم انا قدامك اني سمع فيهم أروح مني بروح رمضان انا قديم اروح لاوصايم انا قديم اروح و هاولا يجب ايانا يجب سلام عليكم سلام عليكم اربي يخليهم لك ان شاء الله مريم مريم احنا قبل قليل كنا نتكلمه على النظام الغذائي السليم في شهر رمضان كونك كوتش و كونك محافظة على الأنظمة الغذائية بصراحة ذو كاف رمضان وشك يتأكل الشربة ولا هذو كلاسوب و شبيه شيف لون مغلي و هاد العفاية ايضا احب شوف لأواقا لا لا شوفي بزاف يقول لك الأكل الصحي صدير مكلا فورة مكلا تحسي قطارات مكلا بمحة مكلا بمحة مكلا بمحة مكلا بمحة و لنوصفات جتسة و لك و كل شاد و ستسكوش في بار و حضي ضم طيب بزاف بصحة كم يقولوا الأكل الصحي هذا قاعد أكل صحي يعني وش ملتكسي نحي و هي حاجة اللي فيها السكر بزافة اي سكر موضاف سكر لبير سفته و اللي معروف يعني لينمية تعجزي من جسم الانسان بحاجة مصنوعة بخيبية مرحلو نقدر ناكله الفتحة حلوة نقدر ناكلها يعني كلش تولي للكمية تانيك لي يكون مرحلو ناكلها الاسم الصايم في شهر رمضان مريوما والله يعني القسارة معاك حلوة على بالي باليراك يحب تمنيتي انه تكوني هاد السنة في الجزائر ولكن الله غالب ما كتب شربي انه تكوني هنا في الجزائر ولكن تقدري يعني توصلي رسالة للعائلة ديالك وللوالدين ديالك اكيد رمي يشوفو فيك وانتي من مدينة تيبازة على ما اضن نعم مريف الاذي يتحجوض اهه اكزاكتا يالله تفضلي وعلى بلهم النما هالكتاع رمضان سبيسيا انا دي من الجزائر دي من اللايمونغا نحبيت اللايمونغا ان شاء الله العام الجاي ما كتبت هذا العام ان شاء الله يا ربي لك مريم كنت معنا مباشرة عبر سكايب من نيس شكرا جزيلا لك ان شاء الله نتلقاوا في اقرب فرصة ان شاء الله تكوني ضيفتنا هنا في احد احد فلاطوهاتنا اليومالا ان شاء الله اللايسينمك ساحب طارق انت تاني والكامل العائلة جالك رياض ماذا الفقرات البرنامج متواصلة معانا والفقرة الموالية دراح الروح الان الى فقرة رمضانيات كما شفنا العمل فات الشعب الجزائري و لكن الراهم هذا عاود ترجع حياته وفق المراعات لشروط الصحية والحفاظ والسلامة زميلة امال باعزا قامت مع هذا الروبورتاج السرير نشوفه هنا اشتركوا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا اشتركوا في القناة 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 مبالغ كبيرة وغيزيسات يعني ومشي مليح يعني انا واحدة جملائي اللي تكوننا خمس سنوات يعني خمس سنوات رحت من عمري هكذا معنى شوف يعني ممثل ولا ممثله هكذا جات من العدم يعني تأغيذك الحال ونقول بلما سيدنا ناخشي مكان والو في البلاد ونعيا نصره تعيا ونصره حراق والله صدقيني اماكنكم اماكنهم محال انه يخلفها اي ممثل والله انا بالمناسبة يعني أنا نهضر على واحد الممثل في تيارت قالوا لي بلية وحرق كامل شفته شهادات متاعه وحرق لك اخدقتي ستاعه لك اخدعلهم دحرقه وكلهم خلاص احتزل واننا نروح قامل هذا الميدان هذا يعني شي مؤسف جدا يعني يغيظ الحال ويضرق وتمرض وتموت نكملوا بعيد الشر نكملوا في المطاعة دي ولكن نستقبلوا مكالمة هاتفية جديدة ألو مساء الخير ألو ألو رمضان كريم مساء الخير ألو ألو يا متصل ولا متصل لا حكي معانا لأنو رانا نسمعه السلام عليكم وعليكم سلام ورحمة الله رمضان كريم ممدان مبارك الله يخليك شكرا لك شكون معانا المتصلة ومن وين معك فردس ضحى من مغنية من مغنية ناس الغرب رئي تتكون كو اخرى لكو دين كامل مرحبا بك الأخ من مغنية صفالة بس جوزي كيفش جوزي اليوم أول يوم تع رمضان واليوم الثاني صباح عندما دفت ملاح أولا قرأ أنا فرحانين كي سمع هذا السوء أكيد معايا أكيد تسمع فينا ويني نسمع فيكم جوزي فاي إذا تبعتي من قبل واش كنا نحكو اليوم موضوعنا التفاعلي هو أنو حبينا نتكلمو على بعض العادات السيئة اللي يلجأ إليها المواطن الجزائري من حيث النظام الغذائي في شهر رمضان كاين لي حب يسطعوا بالمبلش باش كاين لي خلوطة خلوطة ويأكلهم كيف كيف كاين لي أحكي لي وش دير انتي نحنالبع حدرنا حاجة تخفاف ما كترناش بازاز المااكلة خبي يا يقولي اللي اش هلفي عمرك أكي خايفك تعدري معنا شغلة عندي ستاش نعا لعندي ستاش نعا لعني شو يا في الكوزينا ويشو يا عامتها البارح صحي وش تحبيت اكلك ما اللحت يالي نبغينا أكل بوراك فيبزا محاجب اي 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 جل جل في رمضة رمضة على المحاجب ويختلط نديرهم الشي دايما اي بالشربة يديرهم هاي تخفاف محاجب انا الروح خبرك واكسون بالله غري ديرهم اي او لا 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 ديرهم محاجب يالله شكرا لأختي كريمة انشاء الله يتاح اسمك معنا في قرعة الفوز انشاء الله تكوني فايزة معنا شكرا لك اي ركثها اي محاجب Som Guatemala كريمة ه يا ديرهم محاجب اي محاجب يديرهم شكرا لكم متفاجع شكرا إلا أصلا لكنا بتغلق هاي تخلك هكب سعلا ابغرث تجو غير طيبة بتحمس محلي وتفطى جينك ذلك تضرب تحقي تحبت تطيبين سؤال باسم الحمد لله الحمد لان شربة لا رانيش في الدار نحن نقول للدار سبحوني هاد العام لا رانيش معهم في الدار اول يوم مرة نزار بنتي قاتلي في عمارها 16 سنة فاطئة لم قاتلي ما ماتيني انا كش في الدار انا الشربانة مجينيش بلا شربة تاعك اهه تربيا وكيف شارك على تواصل معهم وكذا كل يوم رأنا نهضروا في المسنجاغ كل يوم نوجههم مقبل قلت انا مجفو بطرو انستاغرام والله تبدقني انا فنيانا عندي اوم ونروح دخرين نديرهم مع اللي راني نوجد كنت مع المسرح وجدت انا مجرد تياترال للمشاهدين موسيقى اسمه الفوسي فساء موزايك ودلنا بها تورني وكذا انا نصححها بسك شفت العيوب فيها كنا في تورني انا انا نصححها من جهة الدكور وانا نوجد في مونولوغ على الفار مالجيريان مليحة وما جنرالما الناس في التياتر موالفين الجمهور الحقيقي الجمهور الحقيقي ما تحبوش الافتراض يقوير انا دمالي مخاش شبك يكونوا عندها ساز مليون ضعبوني انا نتعلموا البارح في الفلاتو كين روميسا كين يوسرا نقولهم اروحوا تهالي الابليكاسون كيفاش انا نتعلموا يعني انا نتعلموا ولكن جمهوركم حقيقي تشوفوا تفاعلوا كي تخرجوا للشارع كيفاش يحكي معاكم كيفاش ما زال حتى بعد غيابك تقريبا ثلث سنوات ولكن ما زال متفكر قولي لي فتيحة حضورك هذه السنة مرهوش في مشروع واحد ولكن مشاريع اخرى كذلك ركي حاضرة فيها يعني عودة بقوة قولي لي مع المخرج بومعيزة نحيي بالمناسبة نحيي بالمناسبة في مسلسلية عندي دور مهم تاني انا بالنسبة لي مهم يعني هو عنده نحيي جدا علاقات الوطنية نحب هذا الادوار نحب هذا الادوار نحب هذا الادوار ما نحبش نكون عادية لابسكو ديجا لعبتهم حبيت النوح في ادواري والممثل هذي هو يلعب كل الادوار وشن هو الدور اللي يدخل لي هذا الغير هو اللي ما نمثلوش ما نلعبوش لا اكاين ادوار اللي ما انا اللي قبلتها المجتمع ما يقبلهاش هذيك الادوار برك مكلا نحكو عليها بذلك في السينيما ولا فا حتى في السينيما يعني السينيما عندها بيبليك وحرية اكتر من تليفزيو يعني مش بالحرية بقول اليوتيوب لا انو السينيما لا يعرض على التليف مش كل شيء يعرض بكري كانت السينيما الداخل تنشافه فقط اهه لا 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 انا نحب قال الادوار قال الادوار الصعبة السخطو الصعبة هذي نحبنا نتقنصها ما نخسر فيها ما نمثل هاش مليح نحاول سخطونا الجريم اخ دنبرك ان هال يكون عندنا انتاج ان هال يكون عندنا بزا فلو نديروه في العام ستة سبعة عشرة مسلسلات ولا سينيما ما نشعار فنمية تلفين في العام اه لو كان نشوفه من حيث الكم نشوفه انه كان قنوات وكان اعمال ولكن رغم هاد الكثرة تاع القنوات والكثرة تاع الاعمال الا انه مزلنا نحاربه باش نصيبه النوعية اعلاج وراه المشكل بل اكتنموك شغول مكنش دي رسم مسبقة للاعمال ولا يخلو هادي كيبقاو يتجري غاول الالعب خفيف ما زلنا ما زلنا تعالى ما نقدروا نديروه هكذا وكان وجدوه روحنا عامين تلتسين بسكوه هلش قلتك اكتنموك نسمى وفتاك يكونوا اعمال هم كينين اعمال ذوكا ولكن انا نحوث عن نوعية كينين الله يبارك وعليش الفن هذا الميتي هذا لازم له وقت للممثل وللصناغيس ولمخرج باش يدرس هذا الموضوع بسكوه عندنا جمهور رح يستنانا وحتى الجمهور وحتى الجمهور لو يستنى في رمضان فقط تقدم له اعمال حتى انتي كنت حاضرة في اعمال ضرامية وكانت بث في السنة مش فقط في رمضان يعني الان ارى نقليل في السنة ما نشوفوش اعمال في رمضان يعني كامل اعمال مشكل نغمال مو نغمال مو هنا نخدمه دركة ابخير نظل يزيد يعيطونك باش تخدمي في المحداخر وعندك ديجا محضرة يعني تقسمي السنة ديجالك في اعمالك وتقولي عندك عملين ثلاثة في السنة يخرج يعني ترتاحي فيهم لو كان نديروا هذا ال استراتيجية هذا التنظيم لو كان نظرك المماثلي يخدم خدمته والسيناغيس يخدم خدمته وياخد وقته طول السنة وستقيني ما يكونش عنده الوقت يخمم في حاجة واحدة اخرى ما نخممش باش نكون حاجة واحدة اخرى دونك هذه هي اللي خلتنا دايما خيبي احنا نتأمنوا انه كل سنة يكون في تدارك لأخطاء السنة اللي فاتت الى حين انه نولو يعني في الجزائر نشوفوا اعمال طيلة السنة كاملة نتمتعوا بها لانه ورانا نهربوا شوية المواقع التواصل الاجتماعي وستقيني الجمهور الجزائري يحب الاعمال الجزائري انا كنا يقولوا لي كاش اعمال مرى رمضان كان يقولوا لي مقبل كاش اعمال رمضان بس كنت جيك عزيزة عبلادك ما نشوف بالصح والله غير يشوف يشوف وطلك انا في الخارج البارح عبلوني الى الكازا ديالك قلّك عجبنا العمل وكاي الناس اللي يعرفوا في التكنيك تكنيك مو اي ليبيا هذي حاجة كانت شغلة يلاحظها من المشاهد كان لكوتي تكنيك محترف جداً كانتا وشو لأماركينا علش قلتلك السيناريو اذا كان مدروس ولا مدبوط بس كنش كاين انفي شكاين من ذاكوين تكون يتفرجي تشوف بلاي هذا ويخضر وخلاص كان كل شعك عشغول لا صدقني انا زاميلي شلشان محمد زاميلي من وقت المحهد صدقني هذا السيناريو نكتب صافي شحان واحد العامين هو يكتف لكازا ديالك ويعني هو اسمه حتى مشهور في هذا النوع من ناجحات شلشان محمد يكتب انا قريت له المسرحياته هذه كنت الروح ضيفة عنده مع اولاده مع اخوان فامي عند بعضنا يقولي او كاين جديد يقولي وقتهاش يقولي ماذا صحو كنت رحلك سؤال زاما هكا انا هكا انا هكا جنتي وعاقل حابنا اعرف وشي بير بشي يقولي مرفه انا فلي ما تطينيش شوشي دي شكرا جزيلا لك شكرا احنا وصلنا للخيتام ولكن قبل ما نختموه هذا بنا نمدو امانت الناس الهدايا تطعنا الارقام المشاركين باش من واحد احتار ربعة من واحد احتار ربعة الخير ثلاثة ثلاثة ثنين وثنين يلا شكور للفائز ولا الفائزة معنا المتاصلة رقم ثلاثة شكور عندنا توفيق من غليزان اول رابح رح يكون من نصيبه يعني من الديزاين ولا من لبسة شيك دوغيان تصاميمها لكم تشوفوها وتعرفوها على مواقع التواصل الاجتماعي زيدونا الفائز ولا الفائزة التانية أسيا مشلف اللي كانت المتاصلة رقم ثلاثة يلا بنت ملادي الله يبارك مبرك عليها الكادو وش نقولكم انا نشكر كل من يعني يخدم معي في العمل اللي كانوا معظمهم من محد العالي للفون ونظرانية وهذي يعني بو أكاز إبراهيم رزوق رامي زينو بو شايب يسرى روما يساء المخرج رفق عنيق اللي راهوا تعباد بزاف يعني في العمل ويبشي بشرشال وليك التكنيك كامل تحياتي ومازال يشوفوا الجديد وحتى كما قولوا يفسروا يفسروا هدلات كيف شرح يترفها هكذا أبنى مانا سمحوا لي باكنوا الجسحية فضلي لأنه المباشر أخي لنا لابتان تحياتنا للعائلة شكرا لك شكرا على قبولك للدعوة شكرا مشاهدين اللي كنتوا معنا طيلة هذه الحلقة شاء الله نخفف عليكم ياسمين شكرا نتلقى وغدوة إن شاء الله نفس التوقيت سلام صحف تاركو باي صحف تاركو